السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا من الله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أخذ هذه المجموعة من الاتصالات تضل يا علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يخلص محتى عندي أربعة أسئلة تضل سؤال الأول بالنسبة ليوم عاش وراء سيصاد في يوم الجمعة نعم ما حكم أفراج بالصوم بنية عاش وراء يوم الجمعة فقط يعني بنية عاش وراء طيب طيب سؤال الثاني ما حكم كشف وجه الميت طيب سؤال الثالث هل حديث لو أتيت أهل أمان ما سبقه لضربك صحيح؟ وهل هل في عجل النبي صلى الله عليه وسلم تسمى أمان الغبيراء؟ أو أمان؟ بالغبيراء؟ الغبيراء أو الغبراء؟ طيب الغبيراء طيب يعني سؤال الرابع ما الحكم من الحرولة أو الركب عند السعي في الصفة والمروة في العمرة؟ الهرولة؟ أيوة ما سببها يعني؟ ما الحكم من ذلك؟ في المسعة ها؟ في المسعة قصدك في المسعة أيوة أيوة طيب يعني أبشر أشكور بارك الله فيك وفيك بارك فضليم سلطان السلام عليكم الشيخ عليكم السلام أحمد الله شيخ أخطي عندها شقالة والشقالة كانت مشتغلة في السعودية أول وأسلمت هناك كل شيء يعني صارت في الجدة ومكان وكل شيء بس بعدين راحت بلادها رجعت مرة ثانية صارت ويابة التخطيب يعني حين مرة ثانية رجعت يعني بس الحين يوم رجعت تقول هي يعني يوم صارت بلادها ما أسلمت يعني سوت ارتدت أي عند الإسلام نعم وتمت يوم حين يتهني الإمارات عديت المرة عم تخطي الحين تقول أنا أبقي أسلم يعني أبقي أرجع مرة ثانية يعني أسلم لكن أختك يعني تعتقد بأنها صادقة يعني والله ما هي تقول هي صارت حتى مكة دارت يعني صارت لا أنا قصدي قصدي الآن يعني أختك هل قالت لها ليش ما تسلمين كذا من عند نفسها يعني يعني يشوفهم يعني صلونه نعم نعم تقول أنا أبقي أرجعي أبشر يوم سلطان مرحبا أبو نذير السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك أهلا وسهلا لدي سبائس إلى حول الحج تفضل سوال أول يوم طروية نحن في فندق العزازية بعض الحجاز أرحمه في حفيلة ساعتين قبل الفجر وبعض الحجاز وأنا منهم أرحمنا في ميناء في الوقت الزحى ما الحكم يعني مجموعة منكم ذهبوا إلى ميناء قبل الفجر نعم أنا منهم قبل الفجر أنا وبعض الحجاز أرحمنا في ميناء في الوقت الزحى وبعض الحجاز أرحمه في الحفيلة في الحفيلة قبل ذهب إلى ميناء ساعتين قبل فجر هذا في العزازية هذا كله في يوم التروية يوم ثمانية نعم شيخ السؤال الثاني نحن في عرفة لسبب زحام شديد تأهارت حفيلة خرجنا من عرفة في ساعة 11 ونصف من الليل ووصلنا إلى مزدالفة في ساعة 12 من الليل هل ما بيت في المزدالفة صحيح؟ طيب سؤال ثالث ليلة العيد يجوز لنسا وللذعفة وللمريض بخروج من مزدالفة في نصف الليلة وهل صحيح لهم أن يذهبوا إلى مباشر إلى المكة لأجل توافل إفادة قبل فجر ما فهم شيخ؟ نعم سؤال رابع طفت طواف إفادة في اليوم الثامن من أيام تشريك ما حكم طفت ماذا؟ طفت طواف إفادة في يوم الثامن يوم الثاني من أيام تشريك نعم واضح سؤال الحامس متى ينتهي طواف إفادة لأن بعض الحجز طفوا طواف إفادة بعد يوم نهاية أيام تشريك؟ ما الحكم؟ بعد يوم من أيام التشريك؟ نعم شيخ طيب سؤال ثالث هل وجب على الحج أن يعود إلى ميناء قبل مغرب؟ وهذا في أيام تشريك؟ طيب جوال سباح وأخير يوم سفر زهرت إلى المسجد حرام لطواف الوداع في ساعة خميسة صباحا وكملت في ساعة ساديسة ونسبة وخرج من فندق المكة في موعد وقت الظوحة بين ساعة 11 و12 وأنا في فندق في انتظار حفيلة ولكن تأخرت تأخذ حفيلة وخرجنا من فندق المكة في ساعة ثالثة نهار هل طواف الوداع صحيح؟ الطواف الوداع كان الساعة الخامسة صباحا وكملت ساديسة ونسبة إلى السادسة ونسبة نعم إن شاء الله يا عبد النذير هل واضح شيح؟ واضح واضح أبشر تسمع الجواب إن شاء الله وفيك بارك طيب طيب الأخ علي من عمام بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة اليوم عاشورة في هذه السنة سيوافق يوم الجمعة ما حكم إفراد يوم الجمعة بصيام عاشورة علي بارك الله فيك لا شك بأن صيام يوم عاشورة من المستحبات وفيه أجر كبير وثواب عظيم النبي صلى الله عليه وعليه سلم قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والنبي عليه الصلاة والسلام صامه في مكة لما رأى قريش تصومه ثم لما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه وكان فرضا في أول الأمر ثم نسخ بالصيام شهر رمضان فأصبح سنة ولله الحمد بالنسبة ليوم عاشورة إذا وافق يوم الجمعة يجوز إفراده بالصيام يجوز إفراده يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عاشورة لماذا؟ لأن المسلم يصوم عاشورة ولا يصوم الجمعة فهو لم يفرد يوم الجمعة بالصيام وإنما صام يوم عاشورة الذي وافق يوم الجمعة كذلك لو وافق يوم السبت لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة لكن يا علي الأفضل أن يصوم معه التاسع خاصة وأن التاسع يوافق يوم الخميس وفيه فضل يعني صيام يوم الخميس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع لكن إذا كان الإنسان لا يمكنه ذلك ولا يستطيع إلا صيام يوم عاشورة فقط ليصادف يوم الجمعة ما عليه شيء ولله الحمد والمنة علي من عمان يسأل عن كشف وجه الميت يقول ما حكم كشف وجه الميت علي بارك الله فيك بالنسبة للأموات على قسمين الأموات الذين يموتون وهم محرمون محرمين بحج أو عمرة أو شهداء في سبيل الله وأموات عاديين يموتون الموت الطبيعي أما الذي يموت وهو محرم بالنسبة للرجال هو رجل يموت وهو محرم فلا يغطى رأسه لا يغطى رأسه لكن هل يغطى وجهه قولاني لأهل العلم قولاني لأهل العلم بناء على هل المحرم يغطي وجهه أم لا والراجح جواز تغطية المحرم وجهه لأن عثمان غطى وهو من أفقه الناس ومن أفقه الصحابة في المناسك فكان يغطي عثمان رضي الله عنه وإنما تغطية الرأس هو الممنوع بالنسبة للمحرم ولذلك جاء في حديث الذي وقصته الناقة قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ورواية ولا وجهه وإن جاءت في الصحيح لكنها شاذة ولذلك البخاري ما رواها بالنسبة لتغطية الوجه لذلك يغطى وجهه الذي مات وهو محرم الذي مات وهو محرم بالنسبة للشهيد في سبيل الله يكفن في ثيابه التي هو عليها يكفن في ثيابه التي هو عليها ولذلك لا يغطى وجهه لا يغطى وجهه لأنه يدفن في ثيابه يدفن في ثيابه التي مات فيها كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل وشهداء أحد بالنسبة للأموات الذين يموتون موت عادي ليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكشف وجوههم سواء قبل الدفن أو أثناء الدفن أو بعد الدفن يعني أثناء وضعه في اللحد يقوم أحد فيكشف وجهه كما يصنع بعض الناس هدان الله وإيام ما عندنا دليل في ذلك ولذلك الميت يغطى وجهه كما يغطى سائر بدنه سواء كان ذكرا أو أنثى ولا يكشف وجهه لا بعد الغسل ولا بعد الدفن يعني لما يوضع في اللحد لأني أنا بنفسي شاهدت بعض الناس لما يلحد الميت ينزل شخص فيفتح الأربط هذه ويكشف وجهه الميت وهذا غلط لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ما فعله مع بناته ما فعله مع أصحابه الذين ماتوا وما أرشد إلى ذلك وإن كان هذا قول موجود لبعض الفقهة في بعض المداهب الفقهية لكن الحق في الدليل فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بكشف وجوه الموتى وإنما قال في الذي وقصته الناقة لا تخمر رأسه لا تغط رأسه لا تغط رأسه وفي الشهيد يدفن بثيابه يدفن بثيابه فقط أما بقية الأموات فلا يتعرض لهم وإنما يدفنونه وقد غطيت أجسادهم كاملة بما في ذلك الوجه علي من عمان يسأل يقول هل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أتيت أهل عمان ما سبوك يقول هل هذا الحديث صحيح وهل عمان تسمى بالغبيراء في السنة النبوية علي بارك الله فيك بالنسبة لحديث لو أتيت أهل عمان ما سبوك حديث ثابت ولله الحمد ولمن حديث ثابت ولله الحمد ولمن لكن هناك بعض الأحاديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فيما أحفظ هو ثابت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة الذي تعرض لأذية حينما بعثه وقال لو أتيت أهل عمان ما سبوك وهذا فيه فضيلة لأهل عمان بارك الله فيهم جميعا ووفقهم لكل خير وهذا لا شك بأنها إشادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأهل عمان أما مسألة الغبيراء فلا أحفظ في هذا الشيء علي أنها تسمى الغبيراء في السنة النبوي ما أحفظ في هذا الشيء بارك الله فيك علي من عمان يسأل عن الحكمة من الحرولة في المسعى بين العالمين يقول ما الحكمة علي بارك الله فيك لا شك بأن العبادات الأصل فيها التعبد لله عز وجل والعبادات من حيث بيان العلة والحكمة تنقسم إلى قسمين إما أن يأتي النص العبادي هذا معلل جاء مثلا آية القرآنية ذكرة العلة كي لا يكون دولة بين الإغنياء منكم مثلا هذه بيان للعلة أو أيضا بيان الحكمة منصوصة تأتي منصوصة وإما أن تأتي العلة العلة مستنبطة وهذه طريقة أهل العلم كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وذلك لأن العالم يعني وفقه الله عز وجل فلديه حصيلة علمية حصيلة كبيرة في النظر إلى الأحاديث الشريفة ويجمع الأحاديث في الباب الواحد ربما استخلص العلة وكذلك الحكمة بالنسبة للسعي بين الصفا والمروى يسعى الرجال بين العالمين حتى يعني يهرولوا ويحركوا أكتافهم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن الصحابة الكرام يشتدون في السعي وذلك تخليدا لما فعلته هاجر أم إسماعيل عليهم السلام لأن إبراهيم ترك هاجر وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع وتركهما ولم يترك عندهما إلا قربة ماء أو شيء من الطعام ثم ذهب إلى إلى بلاد الشام فقالت له هاجر إلى من تتركنا فسكت فقالت آه الله أمرك بذلك قال نعم قالت إذا لا يضيعنا فكانت هاجر ترقى جبل الصفا لعلها تجد أحدا لأن مكة كانت وادي غير ذي زرع كانت يعني أرض سوداء أرض مشهبة كان هناك قحط ومحل فترقى وإذا نزلت اشتدت سعيا إلى المروة هكذا تفعل سبع مرات ثم في المرة السابعة سمعت صوتا فقالت لنفسها صح يعني سكت اسمعي فنظرت إلى ابنها وإذا ماء زمزم يفور من بيني قريب من ابنها لأن جبريل أرسله الله عز وجل فضرب بطرف جناحه أو عقبه هذا المكان فنبعث ماء زمزم ولذلك يعني لما نتأمل في مناسك الحج نجد فيها تخليدا لأب الأنبياء إبراهيم وما قام به من الأعمال الجليلة التي كلها توحيد لله وإيمان به وطاع له وخضوع وتذل له سبحانه وتعالى ولذلك الحج كله توحيد كله إيمان كله خضوع لله عز وجل كله استجاب لله سبحانه وتعالى حتى رمي الجمرات الناس لا يرمون عين الشيطان إنما يرمون لإقامة ذكر الله على خلاف ما عليه العوام نسأل الله أن يعلمنا جميعا وأن يفقهنا جميعا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف يعني حول الكعبة والسعي بين الصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله لإقامة ذكر الله الآن نشاهد حقيقة بعض الأعمال التي تتنافى مع يعني ما جاء به الشرع الحكيم من تصرفات يعني تصل أحيانا إلى شبه الجنون والعياذ بالله من الضرب ضرب الحوض أو مثلا الإتيام بعصي أو ضربها بحجارة كبيرة كأنه يضرب عين الشيطان هذا غلط يا أخواني إنما جعل السعي جعل الطواف والسعي بين الصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله هذا التوحيد هذا الإيمان هذا المقصد ذلك ما في شيء من هذه الأعمال المناسك شيء يصرف لغير الله إنما هذا الله عز وجل حتى تبقى ذكر أبو الأنبياء حاضرة لأنه أتى بالتوحيد وجميع الأنبياء الذين بعد إبراهيم الله عز وجل أمرا باتباع ملة إبراهيم ملة إبراهيم جعله إماما سبحانه وتعالى بل جعله أمة أمة إن إبراهيم كان أمة وجعله إمام أيضا للناس بارك الله فيك يا علي أم سلطان مابضبي تقول عندها أخت يعني أختها هذه عندها شغالة كانت تشتغل في إحدى الدول الخليجية وبعدين أسلمت هناك ثم جاءت هنا ورجعت إلى بلادها وارتدت والعياذ بالله ثم عادت تقول الآن هي ترغى في الإسلام وكذا وشيء من هذا القبيل أختي أم سلطان بارك الله هيك بالنسبة للإسلام هو دين الله عز وجل ليس الدين الإسلام في أوي وليس دين الإسلام يعني إقليمي معين أو لجنس معين هذا دين الله عز وجل من آمن فهو يعني من دخل هذا الدين فهو هذه نعمة من الله عز وجل من نبيها عليه ولذلك هذه الأخت يعني بالنسبة لأختك عفوا مع هذه العاملة المفترض تقول له هذا دين الله عز وجل ما دام أنها لم تكرهها ولم تضغط عليها ولم يعني توحي إليها أنه إذا ما يعني 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 هي ما فهمت العاملة أنه والله إذا ما أسلمت يمكن تختلف المعاملة انتبه لماذا أقول هذا الكلام أقول هذا الكلام لأن هذه العاملة مرت بمرحلة وهي أن أسلمت يمكن الله أعلم ما أدري الله أعلم أن في هذا البلد الخليجي ممكن يعني أكثر عليها أسلمي أسلمي فأسلمت ظاهرا لكنها في باطن الأمر غير مسلمة فلما عادت إلى بلادها ما فعلت يعني إلا أنها عادت إلى دينه هذا احتمال احتمال الآخر أن أسلمت إسلام يعني بصدق لكن لما عادت إلى بلادها أكرهت على الردة مثلا أكرهت على الرجوع عن دين الإسلام أو أنها خافت هي وما تسلحت بالعلم الشرعي فيعني نكصت على عقبيها ممكن هذا احتمال آخر الآن لما رجعت حنت إلى الإسلام وعرفت بأن الإسلام دين عظيم والإسلام وجدت فيه راحتها والآن ممكن أنها تعلمت وعلمت كيفية التعامل مع من يعارضها مثلا أنا أفترض هذه الأشياء فرصة يا أختي الفاضلة لأختك أن تدخلها يعني أن تعلمها كيفية الدخول في الإسلام هذه فرصة عظيمة لذلك نحن يا أختي الفاضلة ما عندنا يعني الشخص إذا جاء يسلم لازم يسلم عند إمام ولا واسطة بينه وبين الله أبدا هذول اللي يسلمون عندهم حتى يعلمونهم يعني لو أن شخص الآن في بلد أو ما أتى إمام مسجد ولا أتى مركز توعية جاليات مثلا ولا أتى مثلا جهة تعتني بالمسلمين وآس الحمد لله السلام بينه وبين الله عز وجل الآن الإجراءات هذه حتى يلقن ويعلم مدام أنه شهد أن لا إلها لله وأن محمد رسول الله وأتى بأركان الإسلام واركان الإيمان الحمد لله فرصة يا أختي الفاضلة سلطان تقولي لأختك أبدا شجعيها تشجعها على الإسلام لكن تسألها لماذا ارتدت لماذا رجعت عن الإسلام هذا مهم سؤال مهم فإذا قالت والله أنا يعني ذكرت سبب بأنني واجهت مثلا معارضة من أهلي واجهت صدام وأكرهوني على الرجوع الآن الحمد لله أنا تعلمت وكذا طيب إنها تعلمها وإن شاء الله تنال الأجر على يعني تنال الأجر أختك تنال الأجر العظيم أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يقول يعني يوم التروية نحن في فندق في العزيزية بعض الحجاج ذهب قبل الفجر وأنا منهم وبعضهم ذهب الضحاء ما حكم ذلك يا أبا نذير بارك الله فيك أولا بالنسبة للمبيت بمنا يوم التروية سنة مستحبة وليس بفريضة واجب وأنا سأعطيك أقصى ما يمكن حتى تفهم القضية لو أن شخصا خرج من العزيزية ليلة عرفة إلى عرفة ثاني يوم وما ذهب إلى منا ما علي شيء ولله الحمد والمنا لماذا؟ لأنه سنة نقول ترك سنة ترك سنة والمبيت بمنا اليوم التروية لا يلزم أن يكون في يعني وجود الحاج يوم التروية لا يلزم أن يكون من نفس النهار نعم هذا هو السنة لكن لو جاء يوم سبعة وسكن منا ما في شيء يوم ستة ستة وسبعة وثمانية جلس في منا ما علي شيء ولله الحمد عموما اطمئن يا أبا نذير اطمئن ما عليك شيء ولله الحمد سواء ذهبت قبل الفجر بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب ديلة عرفة يعني ذهبت إلى منا كل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد والمن أبو نذير يقول يعني واجهنا زحام شديد في عرفات في الحج يقول خرجنا الساعة الحادي عشر والنصف ووصلنا إلى مزدلف الساعة الثانية عشر هل كان مبيتنا بمزدلفة صحيحا يا أبا نذير بارك الله فيك الجواب نعم الجواب نعم ما دام أنكم وصلتم مزدلفة الساعة الثانية عشر وبدتم هناك صليتم الفجر ما عليكم شيء حتى لو بقيتم لحظات لا شيء عليكم ولله الحمد وبالنسبة لي التأخر هذا ليس بإرادتكم ولا باختياركم وإنما زحام وافقتم زحاما فلا شيء عليك يا أبا نذير بارك الله فيك أبو نذير يقول يوم العيد قالوا بأنه يجوز للنساء والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ولكن بعضهم ذهب إلى الطواف الإفاظة قبل الفجر ما حكم ذلك يا أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة لي المبيت بمزدلفة واجب في الراجح من أقوال أهل العلم لأن المسألة فيها أقوال منهم من جعله ركن وهذا قول ضعيف ومنهم من جعله سنة وهذا قول مرجوح والراجح الوجوب الراجح الوجوب المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج الأمر الثاني بالنسبة للحجاج رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة والعجزة وللنساء أن يدفعوا إلى ميناء إلى ميناء بعد منتصف الليل وكانت أسماء بنت أبي بكر وقد عميت في آخر عمرها كما جاء في الحديث الصيانة تقول لغلامها انظر هل غاب القمر فكان ينظر القمر فلما غاب دفعت خرجت من مزدلفة إلى ميناء إلى ميناء مسألة أنه يذهبون قبل الفجر إلى طواف الإفاظة هذه مسألة حقيقة فيها بحث وكلام عند أهل العلم منهم من يمنع ومنهم من يرى بأن هذا اليوم يوم يرخص فيه يعني تقديم بعض العبادات على بعض فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر اللي هو يوم العام اللي هو يوم العيد ما سأله أحد عن شيء قدمه أوخره إلا قال افعل ولا حرج فكان هذا يوم النحر فقط يوم النحر فيفتي كثير من أهل العلم على أن من ذهب مباشرة إلى مكة وطاف طواف الإفاظة ثم عاد إلى ميناء ورمى جمرة العقبة وحلقة وذبح والآن الذبح يتولى قالوا لا شيء عليه لا شيء عليه لكن أنا أوصي إخواني الحجاج بتقوى الله عز وجل وبالحرص على أن يأتوا هذه الأشياء ويجعلوا العبادة يأتون بها في أوقاتها يرمون أفضل ما يفعله الحاج يوم التروية أول ما يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هدية والآن مثل ما ذكرت لا أحد يتولى النحر إلا من كان مثلا له سكن أو شيء ثم يحلق ثم بعد ذلك يذهب يطوف طواف الإفاظة ويسعى سعي الحج إن كان عليه سعي ويعود إلى ميناء أبو نذير بارك الله فيه يقول أنا طفت الإفاظة في اليوم الثاني من أيام التشريق ما حكم ذلك يا أبا نذير بارك الله فيك يجوز يجوز ذلك ولله الحمد والمنه يجوز لي الحاج أن يؤخر طواف الإفاظة عن يوم العيد سواء بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو حتى يعود يجوز له أن يؤخر طواف الإفاظة أبو نذير أيضا في سؤاله الخامس يقول متى ينتهي طواف الإفاظة هل ممكن أن أطوف بعد أيام التشريق يا أبا نذير بارك الله فيك كما أخبرتك بأنه نعم يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاظة بل بعض العلماء قالوا يجوز له أن يجعل يجعل يجوز للحاج أن يجعل طواف الإفاظة آخر أعماله حتى يودع فيه الكعبة بمعنى يدخل طواف الوداع مع طواف الإفاظة فيكفي طواف واحد ينوي به طواف الإفاظة لكن لا بد أن يعلم بأنه ما تحلل التحلل الأكبر حتى يطوف طواف الإفاظة ما تحلل ولذلك ينتبه من بعض المحضورات محضورات محضورات الإحرام ينتبه لذلك لكن لو أخرها ما في شيء يوم الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر يجوز ذلك ولله الحمد ولمنه فضل يوم محمد السلام عليكم شيخ عليكم السلامة الله كيف الحال مرحب أختي شيخ ما علي أنا عندي سؤالين فضل السؤال الأول يا شيخ إحنا يوم حجين نسنا لبسنا الكمامات لأن تعرف أنه أنا ما عندي ما عندي مناعة للإنفلونزا فيوم الاستعي قصي يوم الطواف ويوم رمي الجمارات لبسنا الكمام بس استعي لا ما لبست الكمام لأنه فيه شويقات مسافة يعني للتنفس شوية بس خلال الطواف ولا رمي الجمارات لا ولا لبسنا الكمام هذا السؤال الأول نعم السؤال الثاني طال عمرك الحين أدب أتصدق على العمال يعني برع يما أروح أتشوف عامل من العمال بس أنا ما أعرف هل هو مسلم هو غير مسلم أنا أعطي المكسوم وأروح فهل هذا جايز يعني أو مش جايز لأني ما أعطي أنا شنو دينا إن شاء الله بكل أفضل يعني إذاك الله خير مرحب أخت مرحب مرحب فضل يوسف السلام عليكم ورحمة الله بركاته شيخنا عليكم السلام ورحمة الله بركاته بارك الله فيكم ونفعل الله بكم وبكم يا مرحبا سياكم نفعل الله فيك عندي سؤالي فضل سؤال الأول عن حديث النبو صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي نعم عن صحة هذا الحديث شاهدنا شاهدنا نعم سؤال الثاني يا يوسف يوسف يا يوسف كيف راح السلام عليكم فاطمة فاطمة مليئة تفضل أختي عليكم السلامة ترى الله بركاته يا سيح عندي سؤالين تفضل أختي السؤال الأول أني عندي أخوي وأنني أحكمت جاولين بنا يمشوا لأمي يجبناك مشاكل لسلطة الجلالة وما نكلمش به دورا نولي إلى دورا علي خاطر أمي ودورا يجب لناك مشاكل كانين حش عرفت يقولوا لي بيذكرت على الصلاح رام وهو يقول لنا نولولا يجب لناك مشاكل لسلطة الجلالة ويروف فينا ويقول لنا عن ماضي يعني جميع السغل هو عمره 50 سنة يعني مش حتى صغير فعني أمي توفت يعني بيذكرت في العيدة أنا كلمتك مرة ليساكت فعني أتوى بيذكرت المشاكل فعني أتقول لي سلطة الرحم نقطع على أولا يعني الوالدة توفيت أمي توفت في العيدة نعم طيب الآن تقصدين أنك ترجعون تكلمون أخوكم مثلا اي هو لو يتب لناك الجلالة ماشي عرفنا نقطعه يعني اي الجميع قاطعا من أخواتك اي اي اربعين اي والآن هو يرغب أنكم ترجعون تكلمونه لا هو يقول طيب ابو نذير بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للحاج هل يجب عليه أن يعود إلى ميناء قبل المغرب في أيام التشريق يا أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة للمبيت في ميناء أيام التشريق واجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج والمبيت يبدأ من بعد غروب الشمس ولو جلس مكث الحاج أغلب الليل يكفيه ذلك يكفيه ذلك وبعض العلماء يقولون إذا أراد أن يمكث أغلب الليل يكون من بعد العشاء من بعد العشاء لكن عموما إذا مكث أغلب الليل سواء من بعد المغرب أو بعد العشاء في ميناء بعد ذلك يذهب إلى سكانه مثلا في العزية أو إلى أي مكان ولو بات الليلة كاملا أفضل لكن لا يلزم أيه قال لا بد أن يرجع قبل غروب الشمس لا ما يلزم هذا هذا ما يلزم و جاء بعد غروب الشمس جاء بعد العشاء لكن يمكث بقية الليلة أو أغلب الليل بقية الليلة أو أغلب الليل بارك الله فيك أبو نذير يسأل يقول يوم السفر ذهبت إلى المسجد الحرام لطواف الوداع الساعة الخامسة انتهينا الساعة السادسة والنصف ذهبنا للفندق لأجل أن نتحرك يقول تأخر الحافلة إلى الساعة الثالثة عصرا المفترض أننا نخرج الساعة الحادي عشر أو الثاني عشر لكن يقول تأخرت إلى الساعة الثالثة عصرا هل علينا شيء يا أبو نذير بارك الله فيك لا شيء عليكم أنت طفت طواف الوداع الساعة الخامسة وانتهيت الساعة السادسة والنصف ذهبت للاستعداد للسفر والمفترض الحافلة تتحرك الساعة الحادي عشر أو الثاني عشر قدر الله تأخرت الحافلة وهذا ليس باختيارك ولا باختيار من معك وبعدين الساعة الثالثة تحركتم ما عليكم شيء ولله الحمد وطوافكم الوداع طواف صحيح أبشر يا أبا نذير وأسأل الله تعالى لك القبول أم محمد من قطر بارك الله فيها تقول حجين هذه السنة تقول أنا احتجت ألبس الكمامة في الطواف أما السعي لا تقول لي أن ما عندي أنا مناعة وأحتاج لبس الكمامة هل علي شيء أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للكمامة هل هي كالنقاب أم لا قولاني لأهل العلم من المعاصرين منهم من يذهب إلى أن الكمامة هذه لها حكم النقاب نبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقالوا بأنها مثل النقاب القول الثاني وهو الراجح أن الكمامة ليست كالنقاب فلا تأخذ حكم النقاب والنقاب إنما غطاء غطاء تغطي به المرأة كاملة وجهها مع إظهار العينين مع إظهار العينين وإذا تأملنا في الكمامة الموجودة نجد بأنها تخالف النقاب فهي لا تغطي الوجه كاملا وإنما تغطي منطقة الفم والأنف مع وجود رابط يوضع خلف الأذن فليس لا يمكن أن تخرج على أن في حكم النقاب ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد والمن أم محمد من قطر تقول إذا أردت أن تصدق على عامل مثلا تقول أنا ما أعرف هل هو مسلم أو غير مسلم ما الحكم في ذلك أم محمد بارك الله فيك إذا عنيتي الصدقة العامة فيجوز أن تتصدقي على غير المسلم باب الصدقة يا أم محمد أوسع من باب الزكاة الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل له ابن السبيل الله عز وجل حدد الأصناف اللي يستحقون الزكاة هذه الزكاة الواجبة الزكاة الواجبة أما الصدقة فيجوز الصدقة على المسلم وعلى غير المسلم جوز الصدقة على الغني جوز الصدقة على البهائم في كل ذات كبد الرطب أجر يجوز أخت الفاضلة الصدقة باب هواسه فأنت إذا شفت عامل مثلا محتاج إلى طعام أو شراب وتجدين في حالة يعني من الإرهاق والتعب وحبيت تصدقين عليه صدقي لا تسألين عن دينه أو ديانته مثلا صدقي عليه كائنا من كان لك الأجر والثواب ولله الحمد والمن في كل ذات كبد الرطب أجر والعلماء أجمعوا على جواز الصدقة على غير المسلم الوصية على غير المسلم وهذا يشير إلى عظمة الشريعة وإلى سمو هذا الدين يعني باب الرحمة عندنا باب عظيم جدا من جملة ومعالم الرحمة في ديننا أن نتصدق حتى على غير المسلمين يعني إذا كانت البهيمة لما أطعم بهيمة وأسقي بهيمة لأجر فيها عظيم كيف إنسان فلذلك هذا الباب يوجد الفاضل باب عظيم لا تسألين تقول وش ديانتك ننوي صدقتك لله واحتسب بيها وإن شاء الله تؤجرين على ذلك تفضل يا يوسف السلام عليكم شيخنا بارك السلام تباركاته الشيخنا قطع عن الاتصال يلا عطنا السؤال الثاني الشيخ بالنسبة للسؤال الأول للحديث عن النبي أسجل أنه مات وجرعه مرهونة هذا الحديث يعني فيه ناس يقولوا أن النبي كان غني فكيف أنه مات وجرعه مرهونة أبشر بالنسبة للسؤال الثاني شيخنا نعم تفضل يا يوسف آه رجعت الحالة يوسف هذه صارت حالة يوسف عندك الله المستعان طي تفضل يا خلود السلام عليكم عليكم السلام أنا عندي سؤال تفضلي أنا صمت قضايا خمس أيام ومن يعرفه أصلا كم فماذا أفعل بهذا الحالة يعني أنت ما تعرفين كم من الأيام اللي عليك أيام القضاء أيوة ناسي يعني أي وليش صمت بس خمسة متوقع أنها خمسة يعني أي أي طيب أبشري طيب يا ذك العافية الله يعافيك أمت الله السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أمت الله عندي أربعة سئلة تفضل أختي مرة تسأل تقول مرة طلقت طلقت مرة من زوجها ومن طلقت قالت ما نعاوش نتزوج ما نزيش نتزوج واتزوجت هل على شيء؟ حلفت بالله نذرات ما حلفت قالت ما نتزوج طيب السؤال الثاني كانت في الحج وقالت قالوا لهم في الحج رمية الجامعة قبل الزوال طيب ودروا قالت كان يقول بعد الزوال كان يقول قبل الزوال طيب السؤال يا شيخانا ينصلي على الكورسي هل يليق لي ندير لسداج ولا نجم نصلي بلاسداج إن شاء الله والآخر في بعض الأحيان من يصلي الجموعة النساء جي مرة تقول لهم بللي مور الجموعة ما تزيدوش تصلي ما تصليش مور ثالث الجموعة بعض النساء يبغو يصلي مور ثالث الجموعة طيب يا أمة الله شكرا مني عفوا طيب أم محمد انتهينا منها يوسف من عمان يوسف طبعا اتصال فعلا أصبح حالة من الحالات عندما يأتي للسؤال الثاني ما أدري وشي اللي عنده يوسف طيب يوسف يسأل يقول يوسف من عمان يسأل يقول حديثة أن النبي عليه الصلاة والسلام ماته و درعه مرهونة عنده يهود يسأل أن صحت الحديث و يقول أن بعض الناس يقولون كيف الرسول يرهن درعه و هو كان غنيا يوسف بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح جاء في الصحيح جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و عليه وسلم مات و درعه مرهونة عند يهود على شعير على شعير إذن الحديث ثابت لا مدفع له أبدا لا في إسناده ولا في متنه المسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم حياته مرت بثلاثة مراحل المرحلة الأولى الفقر ألم يجدك يتيما فآوى و وجدك عائلا فأغنى عائل فقير عائل من العيل الفقر هذه الحالة الأولى ثم الحالة الثانية حالة الاكتفاء حالة الاكتفاء ثم الحالة الثالثة حالة الغنى فقد فتح الله عز وجل عليه من خزائنه سبحانه وتعالى و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطيب مكاسبه الغنائم و منها سهمه الصفي و لذلك الله عز وجل أباح و أحلى لنبي عليه الصلاة والسلام انتبه معي يوسف هذا الحالة الثانية الحالة الثالثة النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس و أكرم الناس فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا يبيت معه من هذه الأموال و لذلك إذا جاءه المال و جاءته الصدقاء عفوا جاءته الغنائم و جاءه سهمه و قال به هكذا و هكذا كما وصف وصف الصحابة ذلك عنه صلى الله عليه و سلم و لذلك كان الأعرابي يذهب إلى قبيلة و يقول يا أيها الناس أسلموا فإني آتيتكم من عندي رجل ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر و هذا ليس موجود إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه المال ما يبقيه يبات معه في بيته كان ينفقه هكذا و هكذا صلى الله عليه و سلم و الله تعالى أرسل ملكا من الملائكة يستشير في أن يسير له جبال مكة و أوديتها ذهباً فكان يقول ما لي و للدنيا ما أنا و الدنيا إلا كراكب استضلت احتضل شجرة في يوم صائف ثم تركها و انصرف فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ما أتاه شيء إلا أنفقه حتى مر من المرات صلى العصر فقام بعد السلام فزعاً و خاف الصحابة دخل بيته ثم أتى بمذهبية فقال نسيتها في بيتي نسيته فوزعها و قسمها على الناس صلى الله عليه و عليه وسلم المرحلة الحالة الثالثة الرابعة فيما يتعلق بالحديث فالحديث هذا وافق أن النبي صلى الله عليه و عليه وسلم ما كان عنده شيء في السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم فاشترى من يهودي شعير اشترى من يهودي شعير و ما عنده قيمة الشعير فرهنه درعه و الرهن هو حبس عين في مقابل دين حبس عين هذا الدرع هو العين في مقابل دين وهو الشعير فوافق وافق أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء في هذه السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم و كان النبي عليه الصلاة والسلام يقترض و يوفي و كان خير الناس وفاء صلى الله عليه و عليه وسلم و خير الناس قضاء صلى الله عليه وسلم و فيها مواقف كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر الآخر لعل السؤال ينقدح في ذهنك وفي ذهن إخواني طيب أين أبا بكر وعمر وعثمان مثلا هؤلاء الصحابة الكرام أحوالهم مثل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام فأحيانا ينفقون مثل إنفاقه وأحيانا قد تمر عليهم تجار والتجارة يعني السوق مثل ما يقول ربح وخسارة والسوق مغامرة ويعني السوق معروف أحوال السوق فهم ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام وما كانوا تأخرون أبدا لكن قد يكون في هذه السنة حصل لهم مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم شيء ما عندهم شيء ولذلك أخي الفاضل هذا الحديث صحيح وكل من يضعف الحديث فقد جانب الصواب لأن الحديث في الصحيح والمعنى ظاهر بل هذا الحديث شير إلى معنى كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع بعض اليهود الموجودين في المدينة الذين كانوا يعيشون في المدينة كان يتعامل معهم بيعا وشراءا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده من التسامح وعنده من التعامل العظيم القائم على الرحمة والعدل العدل مع الناس وكان تاجرا أو صاحب مال فلذلك أخي الفاضل هذه الأحوال التي رتبتها لك هي التي تجيب على من أراد الاستفسار عن مثل هذا الحديث فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندي أخ عمره فوق الخمسين يعني للأسف يذهب إلى الوالدة وينقل لها كلام ويفسد ما بينه وبين بقية أولادها حتى حصلت قطيعة رحم وشيء من هذا القبيل تقول بأن والدتها توفيت والآن نريد أن نصل إلى الرحم ما العمل أختي الفاضلة أمت الله من ليبيا الحمد لله اللي جعلك أنت وأخواتك مظلومات ولم يجعلكم ظالمات هذه ترى نعم من نعم الله الآن هذا الأخ طبعا العهد عليك أنا لا أعرفك ولا أعرف لكن أنت قلت كلام أنت تتحملين أمام الله عز وجل فلذلك أختي الفاضلة ما دام أنك أنت بريئة ومظلومة وخواتك مظلومات وأن هذا الأخ والعياذ بالله هو النمام هو القتات هو المفسد هو الذي يمشي بالقالة بين الوالد وبين أخواته وأفسد الوالد عليكم هذا والعياذ بالله على خطر قضية أنكم الآن تصل إلى الرحم هذا فضل على فضل كونكم مظلومات وتسامحون وتعفون هذه رتبة عظيمة يا أخت الفاضل هذا ما يقوى عليها إلا أناس إيمانهم قوي أناس هممهم عالية تزاحم النجوم وناس ينظرون إلى الجنة ما ينظرون إلى الدنيا وناس يعني يريدون الأجر من الله اسعوا اسعوا في في صلة الرحم قولوا لأخيكم سامحناك ولا تجرحوا مشاعرة تقول في يوم الأيام أفسدت ما بيننا وبين الوالدة قولوا له سامحناك أهم شيء الرحم هذه الوالدة راحت بين يدي الله ماذا استفدت أنت وهو المفروض هو الآن يرجع ويصلح ما أفسد يعتذر لأخواته يعتذر لأرحامه يقول سامحوني نزغني الشيطان دفعني الشيطان شيء من هذا القبيل يعتذر ويطلب العفو والصفح هذا هو الأصل لكن كونكم أنتم تذهبون وتصلون هذه رتبة عظيمة كما ذكرت لك ما يقوى عليها إلا إنسان فعلا يريد الله والدار الآخر ولذلك قولوا لأخيكم يعني يبادر يبادر إلى إصلاح ما أفسد قبل أن يلقى الله عز وجل لأنه لو لقي الله على هذه الحال لقيه على شر حال فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام في لفظ لا يدخل الجنة قتات قتات والعياذ بالله هذا الذي يفسد بين الناس ما في أشد من الإفساد بين الأحبة خاصة من فرق بين والد وولدها أو والد وابنتها يعني أو ابنها نبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفريق بين الوالد وولدها في باب السبي والرقيق كيف مع الناس الآن يسعى بعض الناس للتفريق بين بين الأحباب وبين الأصحاب وبين الأرحام هذا والعياذ بالله من من أبشع الذنوب ومن أفضع الآثام لذلك بالنسبة لأخيك هذا يتق الله ويخاف الله يعود إلى الرشد ويعتذر النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ولذلك استحق هذه العقوبة العظيمة لا يدخل الجنة نمام عفان الله وإياكم خلود من السعودية بارك الله فيها تقول أنا علي أيام قضاء من رمضان صمت خمسة فقط وأنا ما أدري كم عدد هذه الأيام ما حكم ذلك خلود بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك ابنتي بارك الله فيك تقول أنا والله علي قضاء لكن نسيت هذا القضاء ما أدري كم فتقول احتمال أربعة أيام وخمسة رح تصمت خمسة أحسنت بارك الله فيك من باب الاحتياط لكن إذا قلت لي احتمال خمسة أو ستة لا صومي ستة وإن كان بعض العلماء يقول لا يبني عند الآقل لا صومي ستة كل خير ولا لا الحم تقول الله ما هذا عشر ولا خمسة الأيام يعني الفارق كبير جدا إذا لا تنتبهين يعني واضح منك خلود تقولين أنا صمت خمسة أيام وفقط لأنك أنت شاك أربعة ولا خمسة إذا بهذه الطريقة يكفيك هذا ولله الحمد والمن أمت الله من الجزائر تقول امرأة طلقت أو تطلقت من زوجها وقالت أنا ما أتزوج وبعدين تزوجت أمت الله بارك الله فيك يعني واضح بأن هذه الأخت حينما طلقت يعني بسبب الحالة التي وقعت فيها ووصلت إليها قالت كلاما لم يخرج من عقل وإنما كلام عاطفي لهذا الظرف وصدمة الطلاق قالت خلاص أنا كرهت الرجال ولا أريد أن أتزوج وبعدين تزوجت لأن هذا كلام ما خرج من عقل ناضج وإنما حالة انفعال وحالة صدمة وهي ما قالت لله علي وما قالت والله لن أتزوج ما عليها شيء ولله الحمد ما عليش طمنيها ما عليش أبدا وإن شاء الله زواجها صحيح وطيب لا تقلق أبدا هذا كلام عادي يقوله بعض الناس أنا ما أروح للسوق وثاني يوم يروح أنا والله حتى ما يحلفون طبعا أنا خلاص ما أأكل أكل هذه كذا وياكلها ما عليش الكلام متى إذا حلفت والله ما أتزوج الرجال مثلا ثم تزوجت أو قالت والله ما أتزوج بعد ما طلق ثم تزوج عليه كفارة يمين أما قالت هكذا كلام ما عليش أمت الله الله من الجزائر تقول يعني كنت في الحج ورمينا قبل الزوال قالوا لنا نترمون قبل الزوال أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للرمي قبل الزوال في فتوى الآن لكثير من المشايخ الفضل بجواز الرمي قبل الزوال والمسألة حقيقة فيها خلاف من قديم وإن كان جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الرمي يكون بعد الزوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الجمرات وكان ينظر إلى الشمس حتى إذا زالت قال الآن فبدأ كما في حديث ابن عمر بدأ بعد الزوال وعلى هذا جماهير السلف خالف في ذلك جمع قليل من العلماء لكن عموما الفتوى الآن عند كثير من العلماء بسبب الزحام بسبب الآن ترتيب الحملات لقضايا الدفع والنفرة والذهاب أصبحوا يعني يترخصوا لهم عموما إن شاء الله ما عليك شيئة أمت الله فضل يا عفيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومالسلامة الله وبركاته وبرك الله في عمرك صحتك عافيتك شيخان آمين جزاكم الله خير وقت ضيق وقل على السريع هل الإنسان عندما يموت يبقى في القبر يعني في حياة البرزخ يعني على طول إلى يوم القيامة إما نعيم وإما عداء طيب والسؤال الثاني لو سرح أنا كنت أصلي عادي يعني واقفة وركوع وسجود ما العلم أن نسوي عملية رقبتي لكن كنت أكابر وأصلي الآن أنا أصبت بفقرات في الفقرات يعني فمنعوني الدكاترة أني على السجود قالوا لازم أصلي على الكرسي لا سجود بس رقوع ووقوف لا لا سجود فأنا يعني إذا علاني أني حرمتني للسجود نعم يعني قلت بالفرض بس أنا أصلي أسجد يعني بس الفرض يعني 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 ما نعيني يقولوا لا ما يسير يا أمي يعني يقولوا لا تلقوا بعيدك ولا تهلك أنت هالا تهلك لك هل أنا أكون إذا سويت كذا أكون يعني كذلك زي ما يقولوا يعني طيب يا عفيف سساك الله خير أهلا وسهلا بعبد الله السلام عليكم عليكم السلام أكت الله أستاك الله بالنور والسرور طول عمرك في الأيام هاي الأيام الناس تسافر بره والخارج وهني ويلبسون تنطرول تكرم ويسيرون الحمامات يطيرون يعني هل هذا جائز ولا لا وقوف واحد وادي يطير وهو وادي يكون مسلم يعني طيب أبشر ابو عبدالله الله يسلمك الشوال الثاني طول عمرك إذا ذهبت إلى المعشرات المدينة واحد ميت يعني حضارة الدفن وقعدتا في الدفن هل يوجب عليه السبوح ولا لا شواله يبو عبدالله طيب طيب الأخت أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول أنا أصلي على الكرسي يعني هل يلزم أضع سجادة أمامي أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك لا يلزم السجادة أصلا ليست شرطا لصحة الصلاة وليست هي من سنن الصلاة الإنسان يصلي على الأرض وعلى التراب وعلى العشب وعلى السجاد ويصلي على الفراش ويصلي على كل مكان هذا السجادة إنما يعني يصلي علي الإنسان إذا احتاج مثلا وشك في الأرض مثلا وقضية الشخص الذي يصلي على الكرسي لماذا يضع السجادة لا ما في داعي ما في داعي لأنه ما لها عمل يعني أنت ما تسجدين على الأرض لكن اهتم بأن تضع سترة سترة يعني تضعين شيء أمامك حتى الذي يمر يعرف بأنك تصلي فما يمر بينك وبين محل سجودك لو كنت تسجدين تضعين سترة بارك الله فيك أمت الله من الجزائر تقول يعني هناك بعض النساء يصلون الجمعة فهناك واحدة من الأخوات تقول لا تصلوا بعد الجمعة شيء وهن يعني يريدنا الصلاة بعد الجمعة ما حكم ذلك أختي أمت الله بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الجمعة ركعتين صلى بعد الجمعة ركعتين ولذلك ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة إنما السنة الراتبة بعد الجمعة فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى ركعتين وثبت أيضا عنه أنه صلى أربع ركعات وبعض العلماء يقول إذا صلى في المسجد يصلي أربع ركعات وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين وذهب بعض العلماء إلى صلاة ست ركعات بعد الجمعة فهذه الأخت احتمال أنا أعتذر لها أنها قد تكون قد أرادت الصلاة في البيت يعني صلاة السنة في البيت أفضل نعم هذا إرشاد جيد أما إذا قادت ليس بعد الجمعة صلاة فقد أخطأت يصلينا بعد الجمعة ولذلك ممكن هذه الأخت حتى أن النساء ينصرفنا مبكرا ولا يحتككنا بالرجال عندما يخرجون من الجمعة تقولوا صلوا في بيوتكم طيب هذا كلام جميل وجيد أما تقول لا ما في صلاة بعد الجمعة لا نقول أخطأت في هذا وأظن أنها على ما اعتقت من التوجيه الأول عفيفة من السعودية تسأل تقول هل الإنسان لما يموت ويكون في البرزخ يبقى إلى يوم القيامة في نعم أو عذاب عفيفة بارك الله فيك الجواب نعم الجواب نعم بالنسبة للدور ثلاثة الدار الدنيا التي نحن فيها الآن والبرزخ هي حياة أهل القبور والبرزخ هو الحاجز بين الدنيا والآخرة والآخرة الدار الأبدية السرمدية التي يبقى الناس فيها أبدية الله سبحانه وتعالى الذي لا يفنى ولا يبيت هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر وليس بعده شيء ولذلك أهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب يبقون إلى أن تقوم الساعة وهم يختلفون طبعا يختلفون ما بين يعني جنس وآخر نوع وآخر من حيث العمل من حيث العمل ولذلك الله جل وعلا قال كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة على العمل ويقول جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة هذا يوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن المنعمين يفتح لهم طاق إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانه ينعمون ويقال لأحدهم نم كنومة العروس ينعمون حتى تقوم الساعة عفيفة تقول أنا كنت أصلي يعني بشكل عادي أركع وأسجد وأكابر لأنني عندي نصيحة طبية بعدم يعني الركوع والسجود عندي مشاكل صحية تقول فعلا أصبت بفقرات ومنعون الأطباء من الركوع والسجود وأن أصلي على كرسي قالوا صلي على كرسي تقول أنا يعني محرومة من السجود وتأثرت يعني مثل ما شفنا الأخت عفيفة تقول أولادي يقولون لا تلقي بنفسك إلى التهلكة من أتبع أختي عفيفة بارك الله فيك وكتب الله أجرك ورفع الله من درجتك وهذا ابتلاه وأبشري بخير وأبشري بخير آخر أن الله تعالى يكتب لك كل ما كنت تعملينه في حالة صحة ما دمت أنك يمواضب عليه طيعي الطبيب وطيعي أولادك لأن شوفي الآن كيف وصلتي لما ما طعت الأطبة الآن تسبب لك الدين ما يسبب أمراض ومشاكل صحية للناس الدين كل خير فالإنسان لا يكابر أنت بنفسك قلت كابرت ولذلك تأثرت الآن وأصبح عندك فقرات صلي على الكرسي ولك الأجر والثواب يا عفيفة بارك الله فيك أبو عبد الله بن العين سامحني لأن وقت البرنامج انتهى إن شاء الله غدا في أول اللقاء واجيب على أسئلتك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته